للحديث بقية المشاهدين الكرامة وتشغل قطاع كبير من المشاهدين الكرامة في هذه الاونة وفي غيرها. النهاردة بنتعرض لمشكلة قد يقع فيها كتير من اخواتنا المشاهدين المشاهدات لأسباب او لاخرى. كتير جدا بنجد فيها بعض المفاهيم المغلوطة تجاه هذه القضية. كنا عملنا حلقة من فترة كان معنا الدكتور هيثم طلعت تحدثنا عن هذه النقطة تحدثنا وهي نقطة الوسواس القهري. الوسواس القهري. هل الوسواس القهري هو مرض عضوي؟ هل الوسواس القهري هو وسوسة من الشيطان الرجيم؟ فبالتالي انت محتاج تستعذ بالله من الشيطان الرجيم وينصرف. هل الوسواس القهري هو عبارة عن زيادة في الإيمان أدت إلى هذا؟ ولا هي قلة في الإيمان أدت إلى هذا؟ أسئلة كتير جدا جدا بتراوض بعض اخواتنا ممن آآ اصبحوا من اصحاب هذه آآ الوساوس. في مفهوم خاطئ ايضا تجاه العلاج النفسي. هل مريض الوسواس اوديه للشيخ? يقرأ عليه القرآن? يرقيه الروكة الشرعية? ولا اوديه للطبيب النفسي? طيب البعض بيقول لا الطبيب مش هينفع. لان انا لو اديته للطبيب هناك مخاوف كتيرة جدا. انه ممكن يتعود على الادوية. انه ممكن يتعرض الاذمان في الام كتير جدا بنسمعه. عشان كده محتاجين لنصحح هذه المعلومات المغلوطة. ونحاول بقدر الامكان نقف على بعض او على اسباب التعافي بازن الله سبحانه وتعالى لمرض الوسواس. ونسعد ونشرف بضيف كريم. هو الدكتور محمد فوزي استشاري الصحة النفسية. يا مرحبا دكتور محمد. يا مرحبا. نورتنا وشرفتنا. الله يسلم خضرتك ويحفظك. امين. اللهم امين. دكتورنا الحبيب احنا قبل الحلقة عملنا كده استفتاء استفتاء على صفحتنا على فيسبوك وعلى منتدى يوتيوب قناة الندى. وآآ عن الوسواس. ما هو برأيك ما هو سبب الوسواس القهري في الطهارة وفي العقيدة وفي غيرها. نعم. وشارك عدد كبير من اخواتنا واخواتنا في التعليقات سواء على آآ آآ فيسبوك او على يوتيوب. آآ قرابة الف مشوارك تقريبا آآ في آآ التعليقات وغيرها. ودي انا برضو ببعثها كرسالة او تذكير لاخواتنا واخواتنا الكرام اللي بيتابعونا على فيسبوك او على يوتيوب. مشاركتهم مشاركتكم مهمة بالنسبة لنا جدا. هذه المشاركة بنقدرها ونحترمها وبنحاول قدر الامكان نحنا نقف عندها. لو انسان عنده مشكلة عنده تساؤل عنده استفسار بنحاول نقف عندها. فحاول بقدر الامكان انك تعمل تحديث بشكل مستمر اللي صفحتنا على الفيسبوك ويوتيوب تتابع الاستمرار انشورها بين الناس. الدل على الخير كفاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آآ عندنا دكتور اربعة وعشرين في المية من المصوطين قالوا الوسواس القهري بسبب البعد عن الله. تمانية واربعين في المية قالوا مرض نفسي. تلاتة في المية قالوا انها اسباب طبية. سبعتاشر في المية قالوا انها زيادة في ايمان. قدت الى الوسواس. تسعة في المية قالوا انها اسباب اخرى. ولم يكتبوها. وطبعا بعض كتب في التعليقات انها من عمل الشيطان. وبعض كتب ان ده بسبب الايمان ذكى صريح الايمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى سيدنا شيخ ايمان صيدح كان نشارك في احد احد هذه التعليقات. كتب قد يكون واحدة من هذه او اكثر من سبب المجتمعين. وهناك سبب يعتبر هو اصل الاصول في هذه المسألة وهو قلت وندرت النصوص عند المبتلة بالوسواس. او عدم القدرة على فهم النص ان وجد. وهذه تحتاج الى شروحات كثيرة. هذا كله يتضح مع حضرتك. لكن خلينا في البداية قبل ما نقرأ التعليقات ونعلق عليها. ايه هو الوسواس القهري? الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وصحبه الجميع. اولا التعليقات انا سعدت جدا. نعم. واكدت اهمية الحلقة. نعم. وبعض التعليقات كان ايجابي زي النسبة لحلقة ذكرتها. وبعضها طبعا كان سلبي ربما يحتاج بعض الرد يعني. نعم. اللي هي قضية ان البعض ذكروا المسواس القهري بسبب البوعد عن ذكر اللي عز وجل. وانا من واقع الخبرة بقول لحضرتك ان كتير جدا من عندهم وسواس قهري هم من حفظ الكتاب اللي عز وجل. سبحان الله. ومجازين بالقراءة العشر. وليس فرض وانا بتكلم من واقع خبرة يعني من اشخاص يعني. ذكر عامل اخر البعض قال انه قلة علم شرعي ايضا انا اعلم علماء علماء دين مصابين بالوسواس القهري. وبعضهم لهم مؤلفات في العقيدة وتأتيه وساوس في العقيدة. الوسواس القهري مرض عبارة عن افكار ملحة متسلطة يؤدي الى خوف وقلت بالغ جدا قد يساحبها صلوب قهري وقد لا يساحب. ولكن معنى يعني زي ما بيقولوا كده التصور الشيء او الحكم على الشيء فرع من التصور. انا لابد ان ان اتصوره فالفكرة الملحة البعض قد يقول ان انا عندي افكار ملحة لكن فكرة الوسوسية هي فكرة ملحة متكررة. الفكرة اللي بتأتي ليه يا بتأتي مع حضرتك? فكرة كده. الفكرة اللي بتأتي المريض لووسوسة كهري كده. فكرة ملحة وتكرر بنفس النمط الاقاع اللي انا بعملる. فطبيعي انها فكرة ملحة وتكررة الشخص نفسه يعاني من سلس افكار. لس لسه البول سلس البول سلس فيه فهو يعاني من سلس افكار. لا يستطيع التحكم فيها. دي دي دكتور اكيد مرحل متفوتة يعني عفواً قد تجد سلس الأفكار ده بسيط جداً ويدفع بسهولة وأظن دكتور نحن ممكن نجد بعض حتى المتعافين اللي غير مرضى قد تيجد عنده بعض الأفكار لكن سرعاً ما يصرفها مش بيركز معيها صحيح اللي يستطيع أن هو يصرفها اللي هو الوسوس القاهري في بداياته الأولى وهو لابد أن نميز ما بين أن أنا فعلاً مريض وسوس قاهري يعني فعلاً مريض وسوس قاهري أم أني شخص عنده بعض القلق وعنده أفكار سلبية وأفكار مفرطة هذا شيء آخر وربما يختلط على بعض لكن فعلاً مريض وسوس قاهري وبيصل لمرحلة من الخوف والقلق احنا بنسميها مرض وسوس قاهري هو الخوف من الأفكار أنا إنسان خايف جداً من فكرة بتأتيني القضية ليست فقط في وجود الفكرة يعني ليست مثلاً فقط في وجود فكرة كفرية أو فكرة عن نظافة المشكلة أن أنا خايف من الفكرة أن أنا قلق لدرجة تجعلني أفعل سلوكيات قهرية مثل سلوكيات الطمأنة مثل سلوكيات التجنب مثل سلوكيات الأمان أتصل أسأل المشايخ هل أنا مؤمن ولا كافر هل فيه إشكالية في وجود الفكرة ولا لا مجرد وجود الفكرة بالنسبة لمريض وسوس قاهري هي رعب غير مريض وسوس قاهري فالأفكار يتأتيه بشكل عادي جداً وربما يدفعها كما قلت بشكل سهل أما مريض وسوس قاهري فعنده أشكالية يعني بس أنا يا دكتور عفو أن أنا قصدت أن أنا أفرق بين مريض الوسوس وبين من تعثري بعض الوسوس حين ويدفعها ده مش مريض ده مش مريض وإحنا هنذكر المعيين التشخصية إن شاء الله يعني في قضية الوسوس أنها ليست القضية بأننا تأتينا الفكرة كلنا يأتينا أفكار وسوسية كلنا تأتينا الأفكار ولكن بنسبة مختلفة وفي نفس الوقت لا تجعل عندي خوف وقلق بالغ يتطلب المواجهة يعني أنا هذكر توضيح للموضوعين إحنا الوسوسوس القاهري عندنا أربعة شيء موقف أو مثير للوسوس وبعد كده الإنسان إذا تعرض للموقف ينتابه أفكار وسوسية ملحة متكررة كما ذكرنا وبعد هذا يأتي خوف وقلق بالغ جدا هذا الخوف يتطلب أنه يفعل سلوكيات قهرية بحيث يخفض معدلات الخوف والقلق اللي هو أصاب هنعطي مثال المثير إنسان مثلا ذاهب للوضوء إنسان ذاهب للحمام ده مثير موقف فأنا ذاهب للوضوء فأنا تأتيني أفكار بأن أنا ما توضيتش بشكل جاي إن وضوء غير مكتمل إن وضوء غير مكتمل فيصبني الخوف والقلق فأنا وضوء غير مكتمل أنا الماء لم يصل إلى كوعي فحالة الخوف والقلق هي حالة غير اعتيادية بالنسبة للشخص العادي إحنا ربما أغلبنا بيتوضى بشكل إعتيادي ربما بعض القصور في وضوءنا ربما بعض القصور في بعض العبادات ولكن ليأخذ حجم الخوف والرعب الذي يصيب المريض يؤدي هذا الخوف إلى أنه يريد أنه يقلل الخوف فيفعل سبقه يعيد الوضوء مرة أخرى يتحقق هو أنا الماء وصل لكوع لما ما وصلش يتوضى أكثر من مرة يتوضى أكثر من مرة هو مع علمه بالحكم الشرع على فكرة هو مع علمه أن الوضوء ثلاثة ولكن القضية هنا أنه هو مصاب بالرعب خائف من الفكرة لدرجة الرعب فيعيد مرة أخرى الإعادة هنا بنطلق على سلوك قهري السلوك القهري مثلا التكرار أو التحقق أو غير يخفض عنده معدل الخوف والقلق السؤال هنا أنا عندي الحين أصبح عندي مثير وبعد كده فكرة وسوسية وبعد كده هذه الفكرة أدت إلى خوف وقلق أدى بناء عليه أن أنا أفعل سلوكيات قهرية أخفض الخوف السلوك القهري بالنسبة للمريد المسوس القهري شيء إيجابي أم شيء سلبي الفكرة شيء سلبي بالنسبة له أدت إلى خوف أما السلوك القهري هو شيء إيجاب ليه؟ لأنه خفض معدلات الخوف خفض معدلات السلوك القهري إيجابي إيجابي بالنسبة للمريد السلوك القهري يقلل معدل الخوف والقلق فهو إيجابي بمعنى أنه هو يؤلله مش معنى كده أنه هو شيء صحيح لكن أنا أقصد أنه هو يفعل السلوك القهري رغما عنه فكرة القهري للبعض بيعترض عليه أنه هو يفعله بشكل جبري لأنه خايف فهو بالضبط لو أنا أعطيت مثاله قد يكون خارج الإطار لو أن إنسان مثلا عنده أحد قريب لي مثلا في غرفة العمليات أو شيء تجده خارج غرفة العمليات يتحرك يمين ويسار وجالس بيمشي الفعل ده بناء على قلق شديد هو قلقه الشديد جعله يتحرك يفعل السلوكيات بشكل لا إرادة دفعته بشكل لا إرادة ده من ارتفاع معدل القلق وفي الوسواس القهري على فكرة هو أحد اضطرابات القلق في الDSM4 وتم مفاصله في الDSM5 ولكن هو إجمالا هو أيضا مصاب بالقلق لكن إحنا حاليا نتكلم على جزئية السلوك القهري السلوك القهري أصبح بالنسبة مريض الوسواس القهري معزز إيجابيا يعني إيه معزز هو فيه السلوك حتى يزيد حتى يزيد السلوكيات أو يزيد معدلها جزئية تعزيز زي لو حضرت مثلا ابنك عمل حاجة إيجابية فتعزي السلوكه فالسلوك ده وقت بالنسبة له يبقى شيء كويس جدا فالمرة اللي جاية يزيد السلوك وهكذا طيب السلوك القهري هنا معزز كيفية تعزيز إحنا فيه حاجة بنسمي لها التعزيز الإيجابي اللي هو أنا أضع أعطي حضرتك شيء لو أنت عملت شيء مثلا كويس طالب عمل حاجة كويسة فأنا أدي له درجات مثلا أو تعزيز سلبي فإن أنا ممكن أخف عنك بعض الأعباء إن أنا يعني لو عندك مثلا واجبات فأنا أخف عنك الواجبات لو أن أنت عندك مشكلة أنا أحل لك المشكلة ده بيسموه تعزيز أيضا للسلوك السلوك القهري عزز مريض المسوس القهري بإنه شال عنه الخوف والألم فأصبح السلوك القهري أصلا سلوك معزز بمعنى هو أنا سلوك يزيد هو يزيد فيفعله ففعل أول مرة توضأ مرة المرة الثانية مرتين ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى أن نوصل إلى عدد لا نهائي لا نهائي ومدد لا نهائي اللي إحنا بنتكلم عليه أنه أصبح إدمان سلوكي وأصبح مدمن لسلوك القهري كان عندنا أحد زملاء نزمان في الجامعة والدكتور كان إذا دخل عزك الله لقضاء الحاجة في الحمام ما يخرجش لحد أما إحنا نطلل نخبط عليه ونطلعه يعني الأول كان يتأخر إزداد زي ما فضلتك زكارت تأخير أكثر تأخير أكثر في الآخر بقى يدخل ما يخرجش فعلا إن هو بساعتين وثلاثة لحد ده ما إحنا نفتكر نروح نخبط ونطلعه نعم فإيه المشكلة هنا؟ المشكلة في السلوك القهري إنه مدمن للسلوك القهري بمعنى هو حاليا خاف من النجاسة أي بالظل خلاص هو عنده خوف مخاوف من النجاسة إن فيه تلوث وهو ده أحد أنواع الوسواس إنه هو يشعر إن فيه تلوث موجود أو إنه في الاستنجاء لم يستنجي بشكل صحيح هو يظل يفعل سلوكيات قهرية حتى يطمئن هو مدمن كما ذكرت الحاجة ده السبب التوصيل هو مدمن سلوك قهر فحاجة تذكر ساعتين أنا أعلم بعض الحالات بيجلس ست ساعات في الحمام يا الله ست ساعات إنه هو الفكرة إنه لا يستطيع أنه يخرج من الحمام لأنه يريد أن يطمئن في البداية كان الموضوع عشر دقائق ربع ساعة يزيد مدمن سبحان الله مدمن بالضبط زي مدمن أي شيء ولكنه إدمان إحنا بنسميه إدمان سلوكي ولذلك الحل في نفس الإشكال الحل هو في نفس الإشكال هنذكره إن شاء الله أبعرف أنا هل زيادة معدل ده أنا يبدو من كلام حقيقة أو واضح جدا أنه هي زيادة مرضية نعم هل الشيطان هنا له دخل في أن يوسس الإنسان بشكل أكبر فيزيد المرض أو يزيد البلاء تمام حقيقة ذكرت جزئية الشيطان إحنا قد ربما كنا عاوزين يعني نؤجلها لأن الشيطان له باب له موضوع كبير لكن هو الشيطان موجود هو الشيطان يوسوس لي ويوسوس لحضراته ويوسوس لجميع الناس يعني لا يوجد إنسان لا يوسوس له الشيطان ولكن استجابتي أنا غير استجابة مريض الوسواس القهري لأنه مريض لأنه مريض هل هي الفكرة تقصد هنا أن الإنسان العادي لا يستجيب للشيطان لكن مريض الوسواس بيئة خصبة بيئة خصبة للشيطان وغير الشيطان يعني أنا أذكر لحكي مثال مثال يسهل الموضوع شوية في جزئية التصور الوسواس لو إن حقيقة تعرف الفشار الفشار بيتعامل بيضعوا ذرة صفرة يضعوها في الإناء وبعد كده يحط شوية زيت وقته تتحول إلى الآن هي ذرة صفراء وقته تتحول الذرة الصفراء إلى خشار وقته بعد ما النار تسخن شوية الله يبارك شغالوا علينا النار أنا الإشكال دلوقتي الذرة الصفراء أنا أعطاها في الإناء وما شغلتش النار هي ذرة صفراء هتفرد ذرة زي ما هي وضعت أنت أفكار وضعت أي شيء وضعت وساوس شيطان وضعت وساوس نفس وضعت وساوس إنسان أين كانت هي ذرة صفراء أشعل الخوف من الأفكار اللي هو مريض الوسواس القهري اللي هو لقب مرضه هو مريض بالخوف من الأفكار فتتحول الذرة الصفراء إلى فشار يتطار يمين ويسار ويطلع بنكهات مختلفة وأشكال مختلفة ولا تستطيع السيطرة هذا هو بالضبط لقب مرض الوسواس القهري طب أنا الحين المشكلة بالنسبة لمرض الوسواس القهري هل المشكلة فيه من وضع الذرة ولا المشكلة في النار اللي حولت الذرة إلى فشار المشكلة في النار في النار هي اللي عملت كده هي السبب فقضية السببية إحنا مشغولين بجدلية يعني عليها فيديوهات وعليها لقاءات طويلة عريضة وجدلات وأنا لا أشعر هنا أساسا يعني ذات قيمة أنت بتتكلم فيه من وضع الذرة هل مهم؟ يعني هل مهم بالنسبة للوضع اللي أنا وصفته لحكي هل مهم بالنسبة له المهم أطفاء النار المهم يتفقى أنه عشان الدورة ما تحريقش عشان ما تحاولش الفشار تتحول للصورة غير مسيطرة عليها وبناء عليه يبتدي الأفكار هذه تأكل شكل غير شكلها تماما ليست الشكل اللي أضعت به وهذه جزئية كمان تقضنا حتى القضية يعني إذا دخلنا في قضية الوسواس وسيوس الشيطان فهي قضية فيها ختل يعني أنا هنا عندي الأهم يا دكتور اللي أنا فهمت مكلاب حضرتك أن الأهم عندي هو إيقاف هذا النزيف من سلس الأفكار المسيطرة على عقلية الشخص الموسوس مثلا هذا في تصور الغالب ولكن ليس هذا الآن ليس الأهم أنا المشكلة إلى الآن ليست مع الأفكار ولا من وضع الأفكار ولا في سلس الأفكار أنا مشكلة الرئيسية في الاستجابة للفكرة في الخوف والاستجاب في الخوف والاستجابة الخوف لو أن حضرتك وقفت النار مش هتحاول للذورة في الشرط خلاص خلص الموضوع لو أني انت وقفت مشاعر الخوف انتهى الموضوع الجزء اللي بعده لو ان انت وقفت الاستجابة السلوكية اللي انت أصبحت مهد من لها اللي انت قللت فنبتدي نأخذ بقى ربنا عافيك ربنا عافي الجميع فهو مرض يصيب الناس جميعا ويصيب أفاضل الناس بجزئية ففضلتك أصلا قلت لطة مهمة يا مسألة ان عجب تذكر فيه علماء يطعف في هذه المشكلة إذن ممكن الأمر كمان يكون يا دكتور له سبب وراسي هذه هي جزئية الأسباب هي متنوعة جدا قد يكون السبب وراسي يعني من العائلة يعني بوجود وراسي ده بشكل كبير في الغالب قد يكون وراسي أغلب الحالات وراسية وراسية والبعض انت بتسأله فيلتبس عليه الأمر لأنك انت تعرف في القدم ما كانش الموضوع فيه تشخصات بالشكل الكبير يعني ما كانش فيه الأباء والأمهات ما يعرفوش طبيعة المرض لكن حاليا لو انت سألت يقول لك الأب الأم العم الخال لكن فيه تاريخ وراسي وهذا أحد أسباب الوسواس القهري أحد أسباب الوسواس القهري هو الجزء البيولوجي أننا فيه عندي مشكلة في النواقل العصبية نقص مثلا فيرمون السيروتينين عندي نشاط في حركة الدماغ عند مريض الوسواس القهري يعني ربما لو عرضت الحاك أحد الصور مثلا تصور شكل الدماغ مريض الوسواس القهري وشكل دماغ الشخص العادي فيه اختلاف كبير بين الاثنين يعني نشاط الدماغ مختلف هنا فين بقى الموضوع يعني بقى الموضوع فيه جزء عضوي الجزء اللي كثير من البعض بيعترض وهذه مثلا وساو الشيطان ما كلنا بتأتينا وساو الشيطان طب إيه التغير اللي حصل هنا في جزء بيولوجي في جزء بيولوجي موجود كمان فيه جزء نفسي هذو 3 ألماط من الشخصيات موجودة في الدليل التشغيصي عفوا توضيحهم يعني توضيح هذي الشخصيات توضيح هذي الشخصيات هما في الغالب كلهم شخصيات تميل للتجنب والخف من الاختلاط بالناس تميل للتحليل هما شخصيات تحليلية هما بيميلوا للتحليل والانطواء والانزواء وهذا جزء من الوسوص القهري نعم يعني جزء من الوسوص القهري إنه هو فيه جزئية التحليل إن أنا ببتدي أحلل الأمور تبنا توضيت ما توضيتش إيه اللي موجود في الأشياء الأمامي وطبعا ده جزء من الشخصية فوجدوا إن ده أكثر عرضة ولكن ليس بالضرورة لكن هو أكثر عرضة وجدوا كمان فيه أسباب اجتماعية وأسوارية وده جزء قد يكون مكفول عنه إن الأب والأم نفسهم ممكن يربوا الطفل بطريقة تؤدي للوسوص القهري وجدوا أن التربية اللي تخضع لأساليب الضبط الزائدة يعني إنه هو مثلا بيعنفه بالزيادة بيضرب بيطلب منه حتى معاملة الأبوين للطفل وهو في الصغر يمكن أصلا تكون سبب في حصول الأسواس للطفل بعدما يكبر بسبب المعاملة والتربية سوء التربية نعم سوء التربية هنا إنه هو بيطلبه بمعايير أداء عالية ويطلب منه يكون مثالية ويطلب منه يكون مثالية بص لبن فلان عمل إيه جابت درجة جولة أنت جبت تسعة وتسين ليه ما جبتش مية في المية فبناء عليها ينطبع عندي أنا إحساس إن أنا غير مكتمل الأشياء لا تكتمل عني فأنا لابد إن فيه شيء ناقص فأنا أبحث عن اكتماله فتربية التربية اللي فيها ضبط فيها اهتمام بالنظافة الزائدة اهتمام بالترتيب الزائدة اللي احنا بنسميها تربية مثالية زيادة عن النظام ده بتؤدي أو طبعا بتؤدي إلى جانب التعنيف والضرب والإهانة كل دي من الأشياء بتؤدي لكثير من التربية النفسية وليس الوسواسة القهرة فقط فإحنا ذكرنا مجموعة من العوامل هذه قد تكون مسببة وأنا أذكر أقول قد تكون لأن معنى الطراب يعني نصلاح مكلم على الطراب الوسواسة القهرة سبب تسميت للتربية النفسية بالطراب إنه هو غير معلوم السبب تحديدا يعني كل ما ذكرته غير معلوم السبب تحديدا وغير معلوم العلاق تحديدا يعني سبب تسمية كلمة وهذا فارق حتى الآن نعم حتى الآن غير معلوم السبب تحديدا غير معلوم الآن تحديدا تمام أنا أذكر هي احتمالات لأسباب وبعضها موجود منها السبب العضوي منها السبب النفسي منها السبب الاجتماع والوسط ولكنها احتمالات دي لأسباب ولكن غير معلوم طبقا هنا النقطة حتى بعض إخواننا المعلقين مثلا كان ذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما قال للصحابة الكرام ذاك صريح الإيمان أو ذلك صريح الإيمان هنا كيف أربط بين هذا الكلام وكيف أجمع بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام حضرتك اللي هو الطبي كيف أقفق بين الاتنين نعم التوفيق هنا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث معجز نعم هو حديث معجز وهو من دلالات النبوة إنه هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علاج لشبهات الشيطان ووساوس الشيطان اللي احنا إلى الآن بنستخدمه في علاجه الوسوس قهري فهذا يعني أنت الحديث نفسه ودلالة على إيمان المصاب آه يعني هنا عاوز ممكن حاجة أقول أن المصاب لا يقلق من جهة إيمانه بالعكس هو النبي هنا بيطمنه ذلك صريح الإيمان أنت رجل مؤمن مش معناه أنه إذا ابتلي بالأسواس أنا إذا قدح في دينه كما يزود من بعض أيو نعم والحديث اللي حاجة جدتم الأول جاء أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضع تحت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم والاختارهم ربنا سبحانه وتعالى فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال قد وجدتمه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان الله أكبر القضية هنا ضع خط تحت أصحاب النبي وخط تحت ذاك صريح الإيمان نعم فهنا هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم عكس ما يقال البعض يذكره إن هذا قدح في الإيمان وإحنا بنستدل بيها نفسه في علاج الوسفاس والموضوع لا يوجد في تعارض لا يوجد في تعارض أبدا بعد مرض الوسفاس أحياناً يظن في نفسه الكفر برب العالمين سبحانه وتعالى بالذات ودي ممكن نقطة نتطرق إليها في حق أخرى لما يشك في الله سبحانه وتعالى أو تأتيه وساوس مثل التي مثلاً من الذي خلق الله سبحانه وتعالى وتأتيه وساوس في رسول الله عليه وسلم فيظن في نفسه الشرك برب العالمين سبحانه وتعالى هنا حديث النبي واضح ذلك صريح الإيمان إذن هذا عظيم الإيمان ده هذا احنا بنستخدمه كعلاج معرفة علاج احنا بنستخدمه كعلاج معرفة للمصاب بالمسؤس القهري إنه قال صعب إننا نجد فيه أنفسنا هم يشعروا إن الموضوع منهم يعني يشوف حالة الخوف أيضاً عند من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فهو يرى أن الخوف ويشعر بأن الموضوع من نفسه رغم أنه من الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك صريح الإيمان نحن نستخدم نفس الدليل في علاج الوسواس القهري وفي دليل آخر كمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما نتطرق له في الجزء الخاص بالوسواس القهري الديني في جزئية العلاج والساوس الديني لكن هو إجمالاً نحن نستخدم نفس الأدلة ونفس النصوص الدينية يعني هذا الحديث نستخدمه في جزء التثقيف المعرفي لمرض الوسواس القهري بأن الموضوع ليس منك سيان كان بقى هو مرض أنت مريض بالوسوس القهري تأتيك نفس الأفكار أو كنت تأتيك حتى وساوس شيطانية أو وساوس كفرية أي أن كان فأنت غير مسؤول عنه هذا جزء مؤصل ليه في جزئية العلاج المعرفي لمرض الوسوس القهري ولا يتعرض أبدا بين الحديث وبين العلاج مثلا لمريض الوسوس القهري فإحنا نستخدم نفس الأدوات ونستخدم نفس الطرق اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فليستعب بالله ولينتهن نستخدم نفسه ولكن بتفصيل هذا تستخدمه مع الطبيعي ولكن مع مريض الوسوس القهري أن أذكر تفصيله إن شاء الله في العلاج طب ده بيدفعنا نقطة مهمة يا دكتور وهي أني أنا كيف أشخص الوسوس القهري حقا قلت لا يوجد عندنا طبيا أو علميا حتى الآن سبب محدد طبي للوسوس ولا يوجد حتى الآن حتى علاج محدد للوسوس وإنما كلها تدور حول احتمالات بنسب كبيرة كيف هنا أشخص الوسوس القهري كيف يعرف مريض الوسوس أنه مصاب بالوسوس نعم إحنا عندنا أكثر من طريقة اللي هي الطرق العلمية في التشخيص نعم فأنا أول طريقة عندنا المعايير التشخيصية للدليل التشخيصي للطب النفسي دي اسيم وفايف أنا كان في دي اسيم وفور تابع للترباط القلق الوسوسوس القهري كان تابع للترباط القلق وهو عمليا ما زال تابع لكن في دي اسيم وفايف تم فصله ووضع معايير مناء عليها ما استطيع أن احنا مشخص نعم وأستطيع أن أنا أقول هل الشخص ده فعلا مصاب بالوسوس القهري أم إنه قد يكون مريض قلق نعم لأن فيه اضطرابات كتيرة جدا متشابعة في بعض الأعراض زي مرض القلق زي اللي عنده أفكار سلبية في بعض التشابق فالمعايير التشخصية بتقول إنه في دي اسيم وفايف إنه بيفصل ما بين فيه أفكار وسوسية وفيه سلوكيات قهرية وأحيانا بيتكلم على إن الأفكار بعض الناس يكون عندهم موجود أفكار وسلوكيات ودي بنسبة غالبة يعني غالب الناس عندهم الأفكار والسلوكيات متواجدة مع بعض يعني أنا أذكر لحكي مثال مثلا إن وساوس اللي بيتكلموا عليها مثلا وساوس التلاوث والمضافة مثلا ده سلوك أم فكرة نعم هو في الأساس فكرة يعني كثير من الناس يتعامل معها لأنه وساوس سلوك هو بينظف كتير هو بيتوضع كتير وكلام منه لكن هي في الأساس فكرة الفكرة فكرة تحولت السلوك أن المكان ملوث وقد تكون فكرة أو تخيل أو تصور أو اندفاع قد تكون فكرة أو تخيل أو تصور أو اندفاع فأنا ربما أتصور أو أتخيل إن جاسة موجودة على الجزء فلا أضع يدي عليها أنا تخيلتها تصورتها وجدتها كأن في صورة أمامك فأساس بعض الوساوس البعض بيكون متخيل لأنها سلوكيات فقط أساسها فكري ده غالب السلوكيات القهرية أساسها فكري وفيها جزء سلوك نعم فهو في أفكار تؤدي إلى خوف كما ذكرت لحضرتك خوف وقلق تؤدي إلى السلوكيات قهرية كل هذا الكلام يزيد مدته عن ساعة في اليوم يعني أنا يزيد عن ساعة عن ساعة فالأفكار هذه ساعة متجمعة ولا متفرقة لا ساعة ممكن تكون متفرقة بس في شيء يعني مثلا اللي حاجة تذكر مثلا الوساوس الشيطان مثلا أو بعض الناس اللي بتأتي نعم مدة الشبهة اللي بتأتيه كم ثواني والله آه جات لفكرة جات لفكرة بتقول إن مثلا ممكن كذا فضيقتني جدا مدتها قديت ليه بكلمة آه الله يعني كده يعني جات لي مراتين ثواني ثواني جات لي مثلا ده لا يعتبر مريض السياس لا لا غير مريض ما هو احنا بقول له حاجة دي أهمية المعيارة التشخصية لابد يتزيد الوسويس القرع عن ساعة هذا طب انت تتكيل أقل من هذا المعدل أنا حركة طبيب أو كاستشاري صحيح لا تعتبره مريض لا ليس مريض لا أتعامل معه لا لا أتعامل معه لأنه ممكن يكون عنده آه قلق ممكن يكون عنده أفكار سلبين ابتدي نشوف ايه المشكلات اللي عنده ايه أخطاء التفكير وهكذا لكن يعامل بشكل أنا أعرف بعض الناس أحد الحالات هو مريض قلق وعنده أفكار سلبية شاهد وهي خطورة عدم التشخيص شاهد الفيديوهات الموجودة على اليوتيوب وجلس واتبع برنامج أحد لأخوة الأفاضل هو برنامج صحيح ولكن هو برنامج قدم لمين مرضى لوسواس القهر وجلس على البرنامج سنتين لا حواله يتعامل أنه مريض موسواس قهري وهو أساسا ما عندهش موسواس ما عندهش موسواس فأصبح بيتجنب ويتجنب الأفكار ويتجنب بيحكي لي بيقول لي أنا أصبحت فيها مشاعر وهو بيتجنب الأشياء العادية احنا الكلام هذا بنتحدث فيه مع مريض موسواس قهري تقول له لا احنا بنتكلم على المشاعر فلا تحكم على الأمور بمشاعرك طبع أنت طبيعي فما نفعش أنا أقول لك كلم ولذلك التعامل مع مريض موسواس قهري مختلف تماما على غيره من الاضطرابات ليه طريقة مختلفة فمريض موسواس قهري بنقول له ما تنقش الأفكار المرضى في الأمراض الأخرى بنخضع الأفكار للمناقشة أما مريض موسواس قهري بنقول له لا تنقش الأفكار فهذا جزء من المعايير التشخصية الجزء كمان المهم جدا من المعايير التشخصية أن يكون مؤثر على حياته الاجتماعية والمهنية والشخصية في تأثير يعني فيه أثر عندي وضع في حياتي في حيات لكن غير كده لا أيضا لا نعتبر ووسواس قهري يعني إذا ذكرت والله أنا تأتيني أفكار ولكن أنا حياة طبعية جدا وغير مؤثرة علي ولا السبب لأي مشكلة أنا أموري لا نصيحة حراك هنا بقى نعم يعمل إيه بقى نصيحة حضرتك ليه النصيحة هنا أيضا في التشخيص لأن وارد ما يكونش عنده الوسواس القهري ولكن وارد أن يكون مريض قلق وعنده أفكار سلبية تنتابه ومرضى التفكير الزائد عندهم أفكار تقريبا طوال اليوم ولكن أفكار سلبية لها علاقة بمعتقدات فنناقش بقى المعتقدات ونبتدي نشوف إيه أقطاع التفكير الموجودة عنده وأبتدي أنصحه بطريقة للعلاج ولكن مختلفة أيضا عن علاج الوسواس القهري لأن علاج الوسواس القهري له فنيات كما ذكرت الحاج مختلفة بعض الشيء فقلنا المدة قلنا التأثير على الحالة الاجتماعية والمهنية والتعليم وهو ده السبب اللي بيجعله يلجأ للعلاج اللي هو أنه فعلا متضرر تماما كمان دي اسمه في وضع شيء جميل جدا فيه اسمه درجات البصيرة فبيتكلم على أنه شخص عنده وسواس قهري مع بصيرة منخفضة شخص عنده وسواس قهري مع بصيرة يعني مع ضعف البصيرة مع غياب البصيرة شخص عنده وسواس قهري مع بصيرة جيد ايه القضية البصيرة اللي هو درجة الاستبصار بأن الأفكار هذه مني أم ليست مني يعني بعض الناس هو يعرف تماما الأفكار لا يسمونه هذا غالب مرض الوسواس قهري هذه ليست مني وهذه أفكار دخيل علي وهذه لا تمثلني فهذا بنسميه بصيرة جيدة هذا أقرب للتعافي بعضه يكون الأفكار مختلطة عليه فأنا ما عرفش هل مني هل أنا مسؤول عنها هل الأفكار مني هل فعلا فهو يختلط علينا فهذا بصيرة قليلة عنده بصيرة غير جيدة اللي بعده غياب البصيرة هو مؤمن تماما أن هذه الأفكار صحيح أنا فعلا في شيء مرعب وعلى فكرة هذا يأخذنا إلى قضية أنواع الوسواس هذا يأخذنا إلى قضية أنواع الوسواس أن الوسواس يعني غالب الناس تحدث على أن الوسواس اللي بقت الفسوس الطهار الوسواس في غاية التعقيد الوسواس في غاية إحنا نسميه اضطراب الألف واجه تخيل الإنسان عنده ثلاث أفكار معه خوف معه سلوك قهري اخلط التلاتة دولي مع بعض يطلع لك ألف واجه فعلا صحيح كل شيء بطريقة مختلف وأنا أذكر لحاك التصنيفات مثلا بعض الأنواع بيذكروها حسب النشاط يعني مثلا في العبادة في الطهارة في النجاسة وهكذا بيسميوها بإسم الشيء المتعلق ولكن أنا أمين بتصنيف الأنواع وفقا لجزور الوسواس فمثلا في نوع من أنواع الوسواس خاص بالتفكير والتخيلات كما ذكرت الحاجة يأتي له تفكير مفرط وتخيلات حتى عن وساوس التلوث أساسها وساوس التفكير كما ذكرت الحاجة تخيلات جنسية يعني البعض قد يأتيه تخيلات وتخيلات غير اعتيادية عن الجنس مع المحارم تخيلات جنسية عن الأنبياء عن الصحابة عن أمهات المؤمنين لكل أرسل الدكتور حاجة بتشوفها في العيادة عند حاجة بتجيلك ده صحيح كلها بالناس دي نمازج نمازج وكل من يأتي يتخيل أنه مفرد يقول لك وأنا في حد نفس حالتي وهذا أنا أتتغرق ليه أن الصم الذي يحاط الوسواس القهري أحد أسباب انفجاره أحد أسباب سوء الحالة أنه هو ميبكلمش أنه هو يخاف من التعليقات المكتوبة أيه طبعا من التعليقات يعني أحد تبا أنا أقول لك على حاجة أحد الأشخاص مثلا آتها بفكرة وهو عشرين عام لا يعالك عشرين سنة مصاب والوسواس القهري الفكرة اللي كانت ملحة معه ومتكررة في الوسواس أنت الله طيب هل مؤمن بيها طبعا غير مؤمن بيها هو مرعوب عفوا أنه هو الفكرة وتصاحبه أنه هو ربنا أنه هو ربنا هل هو مؤمن بيها أبدا بيصلي بيصلي وبيصوم ومرعوب وعايش حياته كلها مرعوب وما تعليقش يا رب ثلت وما بيتعليقش ما يقولي طب أنا لو ذكرتها لأحد المشاكل هيقيم عليها لحد وكثير من الأمثلة يعني إحنا لو ضربنا الأمثلة في هذا الباب يعني 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 دلاجة ما أدنتهم مهمة بقى عايزة تطرخ فيها محلقة وبقى أرجعنا أنواع الوسواس مرهوب تمام الشخص اللي بيسأل حاك أنا لو رحت للشيخ هيقول علي أنت ممكن يقولي أنت كافر ده صحيح وللأسف إحنا يعني شفنا فعلا حتى هنا في قناة الندى بعض من يرسلونا بذلك كنت عملت حلقة بكده مع الدكتور هيسام طلعت فلاقيت مردود من بعض إخواننا إن البعض بيقولنا أنا رحت للشيخ فلان أو للدعية فلان فقلت له أنا جالي شك في ربنا سبحانه وتعالى أو في الرسول على السلام فقال له يا ابن أنت كده مرتد فقوم يا ابن ينطق الشهادة واغتسل فالشاب ازداد مرضا فوق مرضه يعني ازداد تحق أنا هنا بقى أقول لي مرض الوسواس اذهب للدعية أو للراق الشرعي ولا اذهب إلى الطبيب ولا اذهب إلى الاستشارة الصحة النفسية أم ماذا يعني وأنا هنا عفوا أنا لا أريد أيضا أن أغفل دور الجانب الشرعي والديني الذي علمنا إياه ربنا سبحانه وتعالى رئيسي أن القرآن شفاء أن الرقية شرعية شفاء كيف أجمع بين ده وده الجامعة بغاية السهولة أنا مبدئيا أننا يعني فتوى مثلا مرض السكر نعم في الصيام من يفت فيها الطبيب الله يبرك في حضرتك الشيخ إذا أتاك يعني أتاه المريض يسأله أصوم أم لا أصوم يقول له اذهب للطبيب أولا ثم أتين صح فنفس الجزء اذهب للطبيب أولا أو المعالج النفسي أو الأخصائي النفسي أي أحد متخصص وبعد ذلك يأتيني نعم لكن الإشكال هنا الإشكال هنا هي كلام بغير علم لأنه هو كما يقوله من تحدث بغير في غير فن في غير فن أتى بالعجاب نعم أتى بالعجاب لأنه أنا غير فن وليس تقليلا أبدا حتى لا أفهم قطأ فيك ليس تقليلا أبدا من شأن الشيخ نعم من شأن الشيخ ولكن أنا أذكر لحدك أمثلة من باطن الأمر كثير الدعوة خسرت يعني خسرت كثير من الدعاء بسبب هذا الطرح دعاء وعلماء خرجوا عن الصف ليه لأنه يعني مثلا أحد الطلاب العلم يسأل شيخ أنا كما ذكرت حضرتك أنا هو لم يذكر نفسه قال أحد الناس تروضه بعض الأفكار عن كذا قال والله أخشى أخشى أنه ارتد أعوذ الله ترك مجلس الشيخ وترك عنده رسالة علمية تركها يعني رسالة علمية في العقيدة نعم تركها خلاص كده أنت حاك بتكلم عن مسال حقيقي حقيقي تعريفه شخصيا نعم تعريفه شخصيا ترك الدعوة وترك الدعوة وترك الصلاة في المسجد وترك حضور حلقات الشيخ اللي هو أفتاء فأنت خسرت بسبب كلمة بسبب كلمة أنه لا مرتد هو أساسا مريض بالأسواس القهري يعاني من اللوم وإحساس بالذنب غير طبيعي فأنت تضغط على الجرح أنت تضغط على الجرح بأن أنت أنت لا أنت كده ممكن تكون مرتد الأول نفرد الأمور نفهم طبيعة الاضطراب نفهم طبيعي أنه هو أساسا ده جزء من مرضه أيا كان هنا الحكم الشرعي في الفكرة فهي لا تسقط عليه هو يحتاج الأول من يمشخصه فإذا تم تشخيصه بأنه مريض واسواس القهري فإذا سأل الشيخ والشيخ أصبح عنده اطلاع بجزئية طبيعة الاضطراب الواسواس القهري وطبيعة الأفكار اللي بتأتيه وهذا جزء يعني كثير من المشايخ أصبحت تقرأ عنه بسبب كثرة الأسئلة فيه ما لسك تأسأل حقي يعني وحبنا نوجه نصيحة من الدكتور محمد فوزي استشاري الصحة النفسية إلى كل داعية بيشاهدنا الآن لسيما قناة الندى قناة تحظى بمقدر كبير جدا من مشاهديها الذين يحبون دين الله سبحانه وتعالى من الدعاء وغير الدعاء ومن أخواننا وأخواتنا أقول إيه للدعية وهي أقدر أقول له لو جالك مريض الوسويس أو شخص عنده وسوس بسيطة جدا أنت ممكن في هذه الحالة تحيله إلى الأذكار وإلى الروقة الشرعية وإلى قراءة القرآن والحفاظ على الصلاة في هذه الحالة أما إذا وصل لخطوط حمراء يعني فيه لمت معين مثلا أن أحطه أو وصفات معينة أو تشخيص معين لو أنت شفت ده لا ابعته على طول إلى الاستشارة الصحة النفسية أو طبيب نفسي أو مشابه والله يا فندم الرقية والأذكار والقرآن مع الدرجة القليلة والدرجة العهن هذا ثابت يعني هذا أمر أساسا لا نختلف فيه صحيح يعني هذا أمر لا نختلف فيه ولا نختلف في أنه القرآن شفاء فهذا لا نختلف فيه ولا نختلف في أن أنت حتى لو حاجة أوصيط المريض بأنه يقول الأذكار وعليك بالرقية الشرعية وقراءة ستورة الوغر هذا أمر لا يضر أبدا ولا يتعرض أبدا الأخطر أننا هنا وأتوقف وأقول له والله الأمر شرعي فقط والأمر في جزء طبي جزء إعليه وجزء مرضي لابد أنه كما ذكرت لك المثال مرضي للسكر مثلا مريض القلب أي مرض فهو يحتاج إلى مراجعة فأنا في البداية لابد أن الداعية يكون عنده فكرة عن أسس قرأ ويعلم لأنه هذا مختلط تماما بملف الشرعي في الأسئلة الشرعية وبملف الإلحاد وبملف التكفير وربما إن شاء الله ننتطرق له يعني ممكن يكون حمان مرض أسواس قهري يدفعه للتكفير نعم يدفعه للتكفير وأقول ما هو إحنا ما أكملناش الأنواع فمن ضمن الأنواع وسويس الخوف يخاف من الكفر يخاف من الانتحار يخاف من الموت يخاف من المرض يدفعهه لتكفير الناس مها أول خطوة يخاف من الكفر أنه يكفر أنه يكفر ويخاف أنه حكم من لم يكفر كافر حكم من لم يكفر كافر انت دخلت في تفاصيل عقدي في تفاصيل عقدي فانا اذا انا اشك في نفسي ان انا كافر تمه في كثير ناس بتفعل نفس فعل وربما هم كمان كفر فانت ملف في غاية الخطورة وربما قل من يتعرض لي ربما ملف الالحاد كثير من مشايخنا وأسازاتنا ربنا باركت فيهم تصدروا الموضوع فاكتشفوا الثغر الموجود فوجهوا لي مثل الدكتور هيتم طلع فجزئية الالحاد ربما تم الانتباه لي جزئية التكفير موجودة ولو سألت مرضى وسواس قهر هتاجد الموجودة يعني بعض الناس مثلا عندنا فنية بنقول عليها المتصل المعرف فأحد السائلات فقول طيب شو في أحد في قضية الوضوء قريب ليك وعمل مثله ده فنية من فهات العبين معرفة السلوك نسمع المتصل المعرفة يعني اعمل زي حد يكون طريق كلهم بالنسبة لي كفرة انت متخيل الرد كلهم بالنسبة لي كفرة ايه اللي وصل الحكم دكتور النموذج ده جيل حضرتك قبل كده برضو شوفتو بتشوفو احيان وانا بتكلم فاكت من واقع حالات من واقع حالات ولذلك انا يعني ايه الموضوع ياندلو الجبين القضية فيه فارق بين ما يقال وما يعرض للشيخ على فكرة وما يعرض للمعاية والله انا اقول لحك كتر خيرك على برضو ربنا يعينك على صبرك على ان الامر ده برضو مرهق يعني اشعر انه مرهق في مسألة ان انت تسمع لربنا يا ربي عافينا وعافي جميع مرضى المسلمين انك تسمع لهذا الشخص المريض ويطرح هذه الافكار وبالتالي طالما هو عنده سلس افكار بيدفعه لانه يمكس في الحمام بالستة ساعات اكيد اعاز يقعب مع الطبيب بالخامة ستة ساعات ده صحيح فكيف تقطع عليه سلس الافكار وكيف تعالي وكيف تصبر برضو تسمع وتوصد والله نحتسب كما يحتسب غيرا ربنا يا جعل بس هي جزئية هنا جزئية الحكم الشرعي يعني الجزئية اللي كنت بكلمة حاجة فيها انه ما يقال الشيخ غير ما يقال للمتخصص ليه؟ يعني انت لا يأتيك شيخ مثلك فيسألك ان انا عندي وساوس في العقيدة صح يعني انا اعلم بعض الناس يؤلف في العقيدة وانا اذكرها حالة يعني لا يؤلف في العقيدة وترك مؤلفات وهو مؤلف هو عالم وترك مؤلفاته لان اتاته الوساوس في العقيدة اعلم من كان يكتب في القضاء والقدر واتاته الوساوس في القضاء والقدر فتوقف وحضرتك تشير الى ان هذا العالم المتخصص هذا الذي اتاه مرض عضوي مرض ليس وساوس الشيطان طبعا ليس وسوس الشيطان لي لأنه هو طب أنا أفندا مما كان بيأتيني بيسألني هو إيه أسأله هو الرد الشرعي هو أعلم مني هو أعلم مني شرعيا في اللي بيسألني فيه وده رد على قضية اللي بيتحدث أنه قلة علم لا أبدا ليست قلة علم أنا أعلم أنا أقول لحضرتك ليس طالب علم ولكن دعاية وطلاب علم كثر وأسازة جامعات متخصصين في الشريع وأسازة جامعات متخصصين في الشريع ولكن يستحن وأتكلم ما أقول إيه ما هو الرأي العام ما هو هذا الكلام اللي أحاك ذكرته في البداية يخلق وصم تعار تصاحبني طوال عمري أنا لا أستطيع أن أتكلم ولا أعالج لأن أنا خايف أنا خايف من المكتوب عند حضرتك ده أنا خايف من أن أنا غير مؤمن بأن أنا ربما ده ضعف في إيمان طب أنا هقول عن نفسي ضعيف الإيمان وتصلت علي على الشيطان وأبعد عن الذكر وهو بدأ بالفعل أصلا اللي بيأتيه يعني هو بيأتيك يقول لك أنا أخشى نفسي أن أنا كافر أن أنا مرائي أنا منافق أنا أكتب في العلم وأنا منافق نعم فطبعا التباس كبير لكن فيه جزئية العالم بالشريعة عنده ميزة لا تتوفر عند غيره هو يأتيك بوسواس قهري مرتفع جدا لأنه أتافي مقدس خلاص كده هذه الأولى فهو يعلم هنا قيمة الإسلام يعلم قيمة القرآن تمام فبيأتي بوسواس قهري مرتفع جدا ولكنه أسرع في التعافي من غيره أسرع في التعافي أسرع في التعافي لأنه بمجرد فك الالتباس المعرفي ما بين أنه كون ده مرض ودي أعراض واحد اتنين ثلاثة وفيه فارق وفيه الاشتباك الديني الاشتباك الديني بأنه ده شبهة فإن الشبهات أنت أصلا ولا تخضع الأمر لمشاعرك ولا تحكم على الأفكار بمشاعرك إن هذه أشكالية يعني وبيحكم بشعور الخوف على الفكرة فمعنى والبعض يتخيل مجرد وجود الفكرة معناها أني كافر لا ليس وجود الفكرة معناها على كفرت وليس معناها تبنيك لها فتبتدي تفك الالتباس مع بعض المناقشات إذا وجدت شبهة وذقا لما توجد للمعلومة يعني البعض يتخيل يعني الجزء الغالب يقول لك نقص في العلم الشرعي لا ليس نقص في العلم الشرعي فبإزالة الالتباس يتحسن بشكل سريع جدا وأموره تكون طيب الحديث محاك ممتع وأنا عاوز أكمل لكن للأسف في وقت الحلقة انتهى فعاوز رسالة طمأنة أختم بها الحلقة ووعد من دكتور محمد نكمل لأن أكيد المشاهد الكريم لا عاوز يسمع أكتر وأنا نفس سيدي أم بحتاج أسمع يعني فبحتاج وعد من حاك الأول نكمل في حلقات أخرى إن شاء الله إن شاء الله الرسالة أخيرة لطمأنة المشاهد الكريم وطمأنة حتى مريض الوساس القاهرة نعم يعني أولا الرسالة الأولى يعني يريد الكل يقرأ ويتعلم في قضية الوساس القاهرة نعم سواء كان دعيا أو شخص عادي أو ولا نص من الناس بما لا نعلم يعني أذكر نفسي وأذكر يعني أسد زيتنا وعلمائنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني الشج في رأسه وذهب لأصحابه صحيح فهل يرخص في التيمة قتلوه قتلهم الله نعم ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال الشيء الذي لا تعلمه لا تفتفي اسأل فيه نعم وليس عيبا أبدا إننا كعالم أو كشيخ ألجأ لبعض المختصين كما ليس عيبا أبدا إننا ألجأ للمشيخنا وأسد زيتنا إنهم يفتوني فتوى شرياء لأعلمها فقضية يعني لا تكون سبب في هلاك إنسان لا تكون سبب في توقف مستقبل إنسان بكلمة تقولها لا تعلم مآلتها لا تعلم مآلتها أن تتحدث في اضطراب غامل ولكن اضطراب هذه الرسالة الطمأنة هو اضطراب سريع التعافي على فكرة وليس يعني غالب من ولكن جزئية علاج في مجموعة من علاجات ربما ما ذكرنا نذكرها إن شاء الله في الحلقة القادمة ولكن هو علاج يتحسن مع جلسات العلاج النفس سواء العلاج المعرفي السلوكي أو بعض الحالات الشديدة مع العلاج الطبي يتحسن بشكل واضح جدا يستطيع المريض إنه يتعايش معه المهم يتعلم كيف يتعايش معه يتعلم كيف يوقف سلوكياته القهرية ولكن هو اضطراب يعني رغم تعقيده إننا التعافي فيه سهل جدا بمجرد إزالة الالتباس وتعلم كيفية التعايش معه وشاف الله الجميع اللهم أمين الله من دكتورنا الحبيب دكتور محمد فوز استشارة الصحة النفسية شكر الله لك واجزاك الله خيرا وساك يا مساء وأصلا يبارك في عمرك وفي عملك وأن ينفع بك وأن يجعل يعني صبرك على المرضى وإخواننا المصابين في ميزان الحسن آمين يا رب وياه اللهم آمين يا رب وياه مشاهدين الكرام قضية الوسواس للقهر قضية في غاية الأهمية وعشان كده كان هذا اللقاء مع الدكتور محمد كمتخصص بحيث نسأله ونحاول نستوعب أكبر قدر ممكن من أسباب التعافي بإذن الله سبحانه وتعالى آمين قضية التعامل مع مرضى الوسواس قضية كيف أنصح مريض الوسواس الرقة الشرعية كما نذكر حتى الدكتور محمد وأكد هذا المعنى رقة الشرعية شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى القرآن شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى المحافظة على الأذكار الصباح والمقساء شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى لكن في حالة أن المريض شعر أنه الأمر يتطور عنده وأنه غير قادر على السيطرة على هذا الأمر فبالتالي لا بد أن يتجه إلى المتخصص يعني وإن كان الزهاب المتخصص من البداية بيوفر عليك معاناة كتير جدا بيوفر عليك طرق كتير جدا ممكن تسلكها تكون خطأ في هذا الباب تحديدا ودي نصيحة مهمة باختم بها الحلقة بلاش نذهب إلى الدجالين وإلى العرافين وإلى السحرة وإلى الكهنة قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إذا أتيت إلى الكاهن أو العراف وكلمت وصدقت تكفر بالله سبحانه وتعالى طب إذا سألته ولم تصدقه قال أن أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه لم تقبل منه أو لن تقبل منه صلاة أربعين يوما فأنت في خطر كبير في كل الأحوال ملد الوسواس القاهري يقرأ يتعلم يسأل يذهب إلى المختص يذهب إلى المختص وإخواننا الدعاء والمشاكل الكرام اللي فوق رأسنا جميعا يحاولوا يقرأوا في المسألة ويتعلموها ويفهموها ما في مانع أن أنا أتعلم حتى أفهم المسألة ولا أفتي لأن احنا بنشوف مشاكل كبيرة جدا بنشوفها من مرضى الوسواس بسبب أنه ذهب إلى شيخ أو ذهب مش قصدي الطعن في الشيخ لا الشيخ فوق رأسي لكن لابد للداعية الفاضل أن يحاول أن يقرأ في الملف أو أن يحيل هذا الشخص السائل إلى المختص بحيث يحاول يعالجه وهنا المختص دي مهمة جدا يكون رجل يجمع بين العلم الشرعي والعلم الطبي أنا هنا مش بعمل إعلان للدكتور محمد أو لا أزكيه عشان هو موجود لا والله لكن أنا بقول دكتور محمد فوزي دكتور هايسان طلعت الدكتور فلان دكتور الذي تسق في دينه وفي علمه وفي أمانته هو الذي أحيل إليه إن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل بهذا الحد وقد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة لن نلقاكم بلقاءات متجددة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى سائلين الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وللحديث بقية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للحديث بقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر